مجد الله أختي وخياتي حلقة جديدة بموضوع تسميننا وتقديرنا للحراك لأنه هذا جزء مهم من تاريخ شعبنا انطبع بأزهن أولادنا من الأطفال حتى أكبرهم وشيبنا وشبابنا ما لازم شغلي أعطيت إيجابية وتأثر فيها بجتمع دولي كامل وانتشار لبناني كامل أنه تنتهي وكأنه مي على البلاط وهذا الخطر أرجع بشكر سيادة العميد حميد اسكندر لبينا بالحلقة الثانية تحتين نكمل من زهنه وفكره القانوني والاستراتيجي والأعلامي والمعلوماتي وكل هالزخر يلي دخلوا أكيد بتشجيع من الجيش اللبناني لأنه كان ضابط وكبر بالجيش مثل ما الإبن بيكبر بين إيديين بيه وإمه شجعه وتوصل لكل العلوم وكان يخدم قضية لبنان لبنان اللي هو رمز رمز مهم بالعالم الرسالة المميزة سيادة العميد أهلا وسهلا فيك من جديد نشكر أننا عزبناك مرة تاني إيجابيات حكيتنا عن في إيجابيات للحراق وولادك مبسط أنه نتعلمه وأكيد لكل إله وكلنا متفقين على أنه الحراق في البداية أسس لحركة مطالبة محاسبة أنه يا مجلس نواب إذا ما بتحسب أنت الحكومة نحن منحاسبك ومنحاسب الحكومة مش لأنه انتخبناك اليوم بعد أربع سنين بدنا نحاسبك بالصندوق لا من أربع سنين تكون خير بالبلد بدنا نطالبك بكل مرة حقوقنا تضعف وهيدا شي لازم يتردد وينعاد بشكل مدروس ومنظم وبشكل دايم هاي المعارضة هاي دور المعارضة بالوطن قائم على التوافق فحضرتك شو بتقول بالنسبة لهالإيجابيات إلى اللي الحراك استحصلها واللي اليوم عم بيأمن حماية مثل ما تفضلت قلت سواء للقضاء سواء للإعلام لغيره كيف ممكن يحافظوا عليها ويستمروا فيها أول شي سمح لي أبونا أني أنصف هالحركة الشعبية الوطنية الكبيرة اللي حصلت على الأرض وما سميها حراك لأنه يمكن في بعض الناس عم يضيعوا بين التظاهرة أو الحراك وما بين الانتفاضة وما بين الثورة نعم كل واحد بيسميها شي خلينا نرجع للتوصيف القانوني الحراك هو عبارة عن تحرك شعبي في مكان وزمان محددين نعم ويهدف إلى الطلب بشي معين مثلا حركات السيدات اللبنانيات اللواتي تحركنا أكثر من مرة للمطالبة بإعطاء الجنسية لأولادي هنا نعم هاي دي تسمى حراك نحن مكون عم نظلمها لهالحركة الوطنية هاي دي إذا سميناها حراك نطلع من الحراك هو نصل للانتفاضة نعم الانتفاضة هي تحرك مجموعة أكبر من الناس بكل المناطق نعم بكل الطواقف بكل الأمكاني وفي عندهم مطالب وطنية أساسية ويمكن أن تكون تحت الحالات السلمية كما يمكن أن تتطور في أماكن معينة إلى بعض الأعمال العنفية نعم ولكن المطالبات الاقتصادية الاجتماعية أو المطالبات بتغيير الحكومة أو تغيير السلطة بالانتفاضة تبقى جميعها تحت سقف النظام الانتفاضة لا يمكنها تغيير النظام إنما الثورة هي الانتفاضة المتطورة التي يمكن أن تصل إلى وسائل دموية يمكن أن تستعمل العنف ويشرع إلى كل الوسائل المتاحة من أجل تغيير النظام والحلول ما كانوا عارة الثورات تصير ثورة يأما تكون ضد احتلال يأما تكون ضد سلطة ظالمة جدا نعم أو ظلطة لا تحقق العدادة الاجتماعية إلى فترة طويلة يعني في تراكمات سلبية جدا على الصعود السياسية والاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تصل للثورة نحن حاليا ما نبوضع ثورة لأنه لا يمكن تغيير النظام ولا يمكن أن نسير إلى المجهول نحن اليوم الواقع الحالي هو انتفاضة نعم هذه التوصيف القانوني يجب أن تطالب بتصويب الأمور تطالب بتصحيح الخلل الحاصل على سعيد إداء السلطة تطالب حقوق للمواطن مشروعة وكلها يجب أن يلتفت إليها المسؤولون لأنه أهم دور عند المسؤول هو أن يخدم المواطن ومصلحة المواطن وأن يكون حرس على حقوقه بشكل كامل هذه انتفاضة بدون شك أعطت فعالية لا يمكن تجاوز المفعيل التي أعطتها هذه الانتفاضة للحكومات القادمة لا يمكن على الإطلاق أن ينسى اللبنانيون ما حصل بـ 17 تشرين الأول هالنهار الذي حدث حركة عفوية تفاعلت معه كل القلوب وكل الأذان لأنه كل صاحب معاناة تذكر معاناته كل صاحب حق مخطوف صار في عنده الفرصة والشجاعة أنه طالب بحقه كل خلل حصل على هيكلية الدولة مكيفة مؤسسيتها أصبح المواطن عنده جرأة يدل علي ويقول أنه هذا خلل وأنا ويعتبر أنه حركة الإصلاحية التي صارت بالجيش وقدمت بمجلس الشورى طاعن هذه بتشجع كل الموظف وكل المواطن بدون خوف بيكسر حاجز الخوف أنه إذا حصلت سابقة والقضاء أنصف الطاعن وبالتالي أصبع عنده الجرأة وأصبع عنده الشجاعة وأصبع عنده الواجب أنه هو بسبيل الإصلاح يتقدم ويكون عم يحاسب وعم يطلب المحاسبة لمن أخل ولمن خلف الأنون أنا بسني معك على كلمة انتفاضة أنا بشوف أنه الشورى والاستشارة مهمة لتصويب أي انتفاضة تصب بمحله وتحافظ على استمراريته سلامت معك أبونا تبقى شكرا